هذه هي أفضل جميئة بي سي قدرت نحصلها بي سي حوالي 15 مليون حوالي 650 دولار وقيطعتها كلها جديدة ومتوفرة في الأسواق تعلية المحلية وفي الموقع تعلية الإكسبرس رح نتعرف عليها قيطعة بقيطعة في هذا الفيديو تعلية اليوم إن شاء الله رح ندير التركيب بتاعها وتجربتها في الإلعاب وكل حاجة خليكم معنا تفرجوا الفيديو حتى للأخير لاتس جو سلام عليكم أخواتي ومشاء الله تكونوا بخير معكم زيروس في فيديو جديد يوم إن شاء الله أنت جميئة مميزة بزاف خلاص جميعتها 15 مليون بزاف طلبتوا مني جميئة في هذا البودجيت حاولت نجيب أفضل القطع للإطلاق ليقدموا أداء رهيب جداً مقابل سعر تحم والجميع هذه رح تكون متوجهة لصيناعة المحتوى وأيضاً لإلعاب صيناعة المحتوى رح تساعدك بزاف خلاص لأنه فيها بزاف قطع اللي حاولت تركز عليهم في هذا المجال القطع حذو تقريباً حاولي 7-80% كامل شريتها من الموقعات علي إكسبرس اللي أنه كما على باكم كايين فرق كبير في سعر بين الموقع وبين جزائر كايين بعض القطع ليوصلوا حتى أقل بمليون خمسةاش مية من السوق تعالى المحلية لذلك حاولوا كيف يفشرهم من علي إكسبرس بالمناسبة عندي مجموعة في التليجرام لحطي لكم فيها أفضل عرض للإطلاق في الموقعات علي إكسبرس خاصة في هذه الأيام في 17 جوان كايين تخفيض رهيب جداً رح يكونوا سعر رهيبة جدا ممكن كما ذو اللي شري تبيهنا وممكن اقل لذلك اغتريموا الفرصة راني بدايلكم في هذه المجموعة بعد طريقة انشاء بطاقة الالكترونية للناس اللي لم يعرفوا شينشئوا بطاقة هوليك الفيديو تحتلقاهم مثبت الفوق تشحنها فقط وتدخلت للشري بالضمان وكل حاجة وايضا عندي قروب ثم باعتها استفسارات اللي متخصوا اي حاجة ولا ما يفهمش اي حاجة نجاوبو عليها وكونوا بزاف عراض محدودة يعني الكمية تحت مخفيفة حتى خمس دقائقة عشر دقائقة وتخلص كل هذو العراض نحطوهم لكم اول باول لذلك حاول كيف اشتبع المجموعة وكي تكون اي افير ادخل ديراكت شري اذا ونبدأوا باول حاجة في البي سي تانا واللي هو المعالج كي العادة لنا خيارت حاجة رهيبة جدا المعالج تاع الريزن 7 5700 ايكس معالج هذا فيه 8 انوياء 16 ما صار بسرعة بوست كولوك مع اكسر سرعة توصل حتى الربعة فاصل 6 جيجا هرتز فيه 32 ميجا بايت L3 كاش معالج راهيب جدا لصناعة المحتوى للالعاب لكل حاجة يعني مورا يقصر معك حتى في حاجة ندير واحد كيفه في جمعتين الاساسية صراحة نمعوني بزاف خلاص في المونتاج وفي كل حاجة وليتما نلقى حتى مشكل اقل حاجة قدر تقول عليها وليه معالج راهيب ولكن كيد زيت سماء السعر تاعو راح تشوكه خلاص قدرت نحصله بسعر ميات دولار فقط يعني سعر راهيب جدا ومستحيل راح تلقى معالج بهذا السعر اللي راي قدملك هذا الاداء لذلك افضل معالج نقدر نقول عليه في سنة 2024 بهذا السعر في علي اكس برس وايضا من ابرز المعالجات الاسعر تحام هابته بزا في علي اكس برس في تخفيضات المعالج تاع الريزن 5 5600 مؤالج هذا وصل حتى ال 70 دولار يعني سعر راهيب جدا حتى هو مؤالج هذا في 6 انوية و 12 ما صار حتى هو يقدر يمشين هذه الجميع تاعنا بدون اي مشاكل هذه الواحد اللي يحب ينقص شوية في السعر وممكن يحتاج جميع تاع وغير في الالعاب صينعة المحتوى ما يتهموش بزاف ممكن يجيب ال 5600 حتى هو ممتاز جدا ثاني قطع معنا وليا الماثرابورد مرة ذي جبت ماثرابورد مختلفة شوية الانواء اللي مال في نديرهم جبت ماثرابورد من السخط على المحلية لانه كي يمزاف ناس قسوني عليها وقالوا لي هل تستحق الشراء او لا 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 بي 450 برو في دي ايج ماكس من شركة امس اي سعر تحل هنا في الجزائر حاولين قدروا نقولوا واحد 70 دولار 75 دولار صراحة ما هيش افضل قيمة خلاص يعني كي يمزاف ماثرابوردات من هذو اللي راهم لنا في الشاشة تقدروا تشريهم افضل من هذي ولكن هذي فيها الامر الاساسية اللي يحتاجوهم فيها ربع منافذ رائمات الفيار ام تحها محترمة وممكن ضعيفة شوية مقارنة من السعر تحها فيها ربعه زي ثلاثة فيز في ار ام ممكن رح تكون قليلة شوية لهذا المعالج في الماكس بوست تاع ولذلك كدركم نديروا الكسر سرعام بعد المعالج ونشوفو هل رح تكون جيدة ولا لا 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 وسيلبيت على هذه الماثر بورد واللي هي ما تدعمش المعالجات من الفيعة تاع الخمسة الاف يعني لازم لها تحديث البيوز هذي ما هيش لنسخة تاع الفيديو يعني ما هيش محدثة كين بي 450 ليجوا دائمين للخمسة الاف هذه دائما الفيعة تاع الثالف فقط وزيد ما فيهاش تخاصية البايوز فلاشباك يعني لازم تركب لها معالج تاع الفيعة الثالف ولازم تدير تحديث تاع البايوز ما نصح كمش بيها صراحة ان تكسار راس هذا كامل ما يستحقش كين بزاف مواثر بوردات افضل منها على بل يبلي رح تلقوا في السوق تعلان محلية بي كثرة ولكن حاولوا نجيبوا نسخة البي 550 كينا كما هذي بعدو ايا بي 550 افضل منها مميزات الاخرى اللي فيها عادية جدا كما اي مادر بورد بي 450 جان ثري فيها منفذة عمضة تو منافذ الخلفية فيها ربعة يو اس بي 3.2 و 4.2.0 وفيها تبريد خفيفة على الفي ار ام افضل من هذوك اللي يجوا بدون تبريد الشكل تح جيد على العموم ونتقلوا القطع اللي بعدها ولي هو التبريد تاع المعالج كما على بل كنبلي المعالج هذا يجي بدون تبريد يعني يجي العلبة وحدها التبريد اللي راح نديروه ولي هو تبريد ممكن قوله متوسط ولا اقتصادي من عند شركة اركتيك اسم تاعه الاركتيك 36 بلاك ار جي بي الشكل تاعه المبرد جميل جدا يجينا بزوج مراوح فيهم ار جي بي بزاف مليحة ايضا تقدر تحكم فيهم فيها ربعة انا بي بحرارية هيت سينك بالنون الاسود الشكل تاعه جميل جدا المبرد هذا واحد من افضل المبردات الهوائية على الاطلاق السعر تاعه رهيب جدا في الموقعات اركتيك 130 دولار ولكن الاداء تاعه رهيب جدا روك تشوفوهم بعدها في التاست لحرارة المعالج هذا تاع 5700 اكس ممكن متعداش 90 درجة مئوية السعر تقود هنا في الجزائر غالي شوي دير حوالي 1500 او 1600 لك لقيته بسعر اقل من هذا صراحة نصحكم به مبرد جميل جدا وراهيب وننتقلو القطع لي بعدها ولي هم الرامات الرامات اللي هنا جبت الخيار مشهور بزاف خلاص اللي دائما نستعمله له هو الاسجارد جبت 32 جيجا بايت يعني ربع حبات تاع 8 بسرعة 3200 ميجا هرتز على جبت 32 لانه في الوقت ان هذا الحالي الالعاب ولو يطلبه شوية اكثر من 6 جيجا وماكشرة تلقى تكسار راس خلاص مع الوقت يعني اخدم رايح خلاص تدير بها ستريم دير بها اي حاجة وماكشرة تلقى مشكل من ناحية على رام سعر الرامات هذا حوالي 25 دولار للكيت الواحد يعني في زوج حوالي 50 دولار فيهم اضاءة ار جي بي جميلة جدا صراحة ننصحكم به هذو الرامات خيار ممتاز جدا سعر مقابل اداء وحاجة لي بعدها ولي هو التخزين تخزين جبت 512 جيجا بايت ايضا من نفس شركة اسغارد ساطا اس اس دي من الافضل جيبوا ام داتو يعني السرعة تحمر راح يكونوا اعلى شوية من الساطا وخاصة في الخدمة وفي النقل تعلمي الفات الكبيرة الام داتو راح تكون افضل من هذه هذه السعر تحاجبتها حوالي 18 دولار يعني سعر راهيب جدا وجربتها بزاف من قبل يعني اس اس دي موثوقة وننصحكم بها ايضا وممكن نديرها كحاجة ابتدائية تبدأ بها في المستقبل جيب ام داتو هذي يدخل لها مساحة تعتخزين اضافية والان نوصل الى اهم حاجة في جميع الالعاب واللي هي كارت شاشة كارت شاشة راح نديره الخيار الممتاز جدا في هذو الايام اللي هو الارتي ايكس 63.12 جيجا بايت الكارت هذا درت كبيرها مراجعة في الفيديو ما قبل الاخير تقدروا تشوفوها هنا راح تستفدوا منه بزاف خلاص درت مراجعة شاملة على هذا الكارت ايضا كانت واحدة نسخة اخرى شركة صوي ودرت عليها مقارنة تقريبا يقدم افضل سعر مقابل اداء حاليا كارت جديد يعني كان بزاف كارت مستعمالين اللي راح يقدموا قيمة افضل من هذا ولكن كارت جديد تقريبا افضل واحد حصلتوا بحوالي 250 دولار يعني سعر راهيب جدا من موقعات الى اكسبرس وصلت سعر اقل من هذا وصل حتى 220-230 دولار في الى اكسبرس لذلك اقتنموا الفرصة رائم جايين تخفيضات باذن الله هذا الكارت من انت شركة ام س اي الفينتو ستو ايكس في زوج ما راوح في تبريد عادي يعني جيد هذا الكارت بد من يصرفش طاقة بزاف حوالي 180 واط ماكسيموم ويحتاج من فضطاقة واحدة 8 بين وصراحة جميل جدا احتمام من وراه وحتاجه صاميته ومن ديرش الحس بزاف والحرارة وما ترتفعش بزاف اهم حاجة فيه وهي 12 جيجا فيرام اللي راح تساعدنا بزاف خلاص سواء في صناعة المحتوى والله في الالعاب كي يمزاف الالعاب اللي في الوقت عنا الحالي لو كانت زيد لهم الاعدادات الماكس سيتينج راح يتعده 8 جيجا فيرام لذلك 12 جيجا هذي راح تكون جيد كافية راح يدوم معك في المستقبل ممكن ثلاث سنوات ربع سنوات ماكسر راح تلقى خلاص نقص من هذه الناحية تعل فيرام بالنسبة الاداء تاعه ماهوش اداء عالي بزاف ممكن راح يمشيك في الـ 2K هاي سيتينج ممكن في الـ 1080P اعلى عدادات بدون اي مشاكل ومنسوش بلي كارتة انفيديا يعني يدعم تتابع الاشياء يدعم ديال اس اس ايضا فيه هاردوير انكودر بزاف مليح تقدر ديال بيث مباشر في 1080P ممكن تلعب اي لعبة تحبها تنقص شوية في الاعدادات و راح تستمتع في رمضان هذا ليفات كنت تديلكم بوثوث مباشرة بالكارت كيما هكذا يعني الاخور تعصويه اقل من هذا شوية في الاعداء وكان ممتاز جدا كنت ترجع البوثوث راح مازالوا محفظين في القناة كانت تجربة جميلة جدا بدون تقطيع بدون اي مشكل ولكن اذا تحتاجوا صيناع المحتوى وخاصة البوثوث اكثر من الالعاب ممكن نصح كم بشتوجهه الكارتة الارتي اكس 4060 سعر تعيوه قريب بزاف لهذا في الخاصائص الارتي اكس 4000 ممكن كما الاش في وان اللي راح خليك تدير بيث مباشر بدون سرعة انترنت عالية بزاف وايضا ديقة تعيوه راح تكون جيدة ولكن هذه القاضية تعثمينية جيجا فيرامي يعني هذة اثناش راح تتغلب فيها ممكن لكن تحتاج الالعاب وصيناع المحتوى هذا افضل واذا تحتاج الكارت تعك في الالعاب فقط وما تمانعش باللي كارت شاجه تجيبه ومستعمل حاولوا توجهه الخيارة ام دي كي انكمل الكارتة الاريكس 1700 اكس تي خيار راهيب جدا وعقوى من هذو في زوج في الالعاب رايعطيك اداء جميل جدا ولكن لكن تحوس على حاجة جديدة هذا هو افضل خيار وهكذا تقريبا نكمل لكام القيطة اللي تقدر تجيبها من موقع تالي اكس براس يبقى من زوج قيطة اللي لازم تجيبها من السوق المحلية اول حاجة وهي الـ Power Supply Power Supply 450 واط من شركة ازيز تاف غايمينج فيها حماية 80 بلاس برونز ولكن 450 واط تقريبا نراهي على حتة هذه الجميعا يعني انعلا وهجبتها ملقيتش خيارات في السوق تعالي المحلية لذا اللي اجبت هذه لو كانت تلقاوا Power Supply اكثر من هذه حوالي 500-550 واط راح تكون افضل هذه لو كانت تدير تطوير القطعة في الجميعا ممكن تعود تبيحها ومشي كامل لـ Power Supply 450 واط يقدروا يكفيوا الجميعا كما كذين يعني هذه Power Supply جيدة وجربتها من قبل وخطة حتى 12 فولت يعطي صح 450 واط لو كانت دوروها حسابيا نحسبوه للقاطعة الجميعا كامل لديها راح يصرفوا ان المعالج ماكسيموم مع اكثر السرعة يوصل حوالي 1-120 واط والكرت شاشة يوصل حوالي 1-180 واط يعني كلش حوالي 1-300 واط ونديروا ماكسيموم القطع الاخرين يصرفوا حوالي 1-100 واط مع انه ممشي راح يوصلوا لهكذا رايي انها 400 واط والPower 450 نظريين راح يكفي اللي احطريت بجي نجيب هذيانا لانه مكانش خلاص الخيارات في السوق تعالى المحلية كان غير من عند شركات يعني ممش معروفين كما ذيك وهذه فيها غير نسخة 450 واط يعني حتى 500-600 واط مكانش فيها وتبقى انها اخر خطعة في هذه الجميعا واللي هو الكيس حاولت نجيب كيس متوسط يعني ممكن نقولوا عليه اقتصادي واللي هو من عند شركة ADR هذا الاسم تاعه الـ ADR 5043 فيه 3 مراوحة 120 مليمتر امامية جيمها ايضاً كنترولر تقدر تحكم في الار جي بي تاعه الجودة تاعت صنيع تاعه عادية ممكن متوسطة ايضاً كما راكم تشوفوا فيه فيه ماش من الامام يعني تهوية تاعه راح تكون جيدة وايضاً الحجم تاعه الارض تاعه مهوش صغير بزافي يعني متوسط نقدر نقوله جيد جداً وراه يزن القيطعة تاعت جميعا بدون اي مشاكل الواحد اللي حوس على كيس جيد ممكن تزيد حوالي 1-300 ألف اربع مئة تلف تجيب كيس افضل من هذا كي يمزاف خيارات وهذا ومنها الاسعار تاع القيطعة تاعت جميعا كامل كيمة شهرية ثمانية يعني مانيش نحكي لكم الاسعار تاع السوق المحلية سوق المحلية يمين يموم خلاص زيد حوالي 1-300 ملايين ونص ثلث ملايين ولكن بيجي تجيب القيطعة كلها بالحاجة وتستنها بيجي توصلوا كل شهران يقتلكم عن الاسعار والان نرحل تركيب تحديد جميعا وبعدها نشوفوا تجربة حافل الالعاب خليوكم معنا لاتس جو منتظengers منذ صغير منذ صغير اشتركوا في القناة 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 ثانية لعبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كارت اشتركوا في القناة 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 شكرا